حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبراني على بن عطاء عن أبي همامين قال أبو الأسود هو عبد الله بن يسار عن أبي عبد الرحمن الفهري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حني فسرنا في يومين قائض شديد الحر فنزلنا تحت ظلال الشجر فلما زالت الشمس لابست لأيتي وركبت فرسي فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فستاته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله حان الرواح فقال أجل فقال يا بلال فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر فقال لبيك وسعديك وأنا فدائك فقال أسرج ليف رسي فأخرج سرجا دفته دفته من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر قال فأسرج قال فركب وركبنا فصاففناهم عشيتنا وليلتنا فتشامت الخيلان فولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله ثم قال يا معشر المهاجرين أنا عبد الله ورسوله قال ثم اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فراسه فأخذ كفا من تراب فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني ضرب به وجوههم وقال شهد الوجوه فهزمهم الله عز وجل قال يعلى بن عطاء فحدثني أبناؤهم أبناؤهم عن أبائهم أنهم قالوا لم يبقى منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كامرار الحديد على التسط الحديد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار أبي همامين عن أبي عبد الرحمن الفهري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حني فسرنا في يومين قائض فذكر مثله ترجمة نانسي قنقر